السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على زيارتكم لقناتي باللارة اللي كانت تمنى تكون عند حسن الطن اليوم ان شاء الله سنقدم لكم القرص كي يجيو رطبين ومقطنين ولا عجباتكم وصفة اليوم ما تحرمونيش وما تبخلوش عليا باللايك واشتركو في قناتي باللارة وبرتجوهم على الأصدقاء والأحباب باش تعمل الفائدة وما تنسوش تضغطو على الجرس باش يوصلكم مني كل جديد وندوزو الان المقادر وطريقة التحضير سوف نحتاجو ان شاء الله لهذا الوصفة 500 قرم دقيق 500 قرم دي الفينو محرش جوج معالق كبار دي الزبدة ربعات المعالق كبار دي السانيدة ربعات المعالق كبار دي الحليب غبرة جوج معالق كبار دي الجنجلان محمر المعالق كبار دي الخبز وشوية دي الملحة والمع اللي حسب الخالب دا بغا نحاولو ندخلو الزبدة في الدقيق مزيان هذا نزيدو المواد الخرى موسيقى بعد ما دخلنا الزبدة مزيان في الدقيق نزيدو سانيدة موسيقى الحليب غبرة اللي كيعطيها هشاشة لهذا القرص ننضيدو الخميرة والملحة و الجنجلان نحاولو نخلطوه الكل موسيقى موسيقى نحاولوا نجمعوا بالمدافئ بطبيعة الحال باش كيساعدهم يخمروا بعد ما جمعنا العجينة دينا كتجيب هاد القوامع هادا ونديروها السادي القريصات بمساعدة للزيت لانها شوية كتلسق كتكون مرخوفة حاولو نديروها السادي القريصات ان شاء الله رحمه 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 او حساب انتو ما او اللي بغيتو او اللي بغيتو او اللي بغيتو يجيو صغار غادي تديروهم 8 دي القريصات ولا حتى العشرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذين حاولون نقرسوهم تقرسو بسهولة تحاولو ترقوهم ولكن اخليوهم حتى يخمرو لا خاطرهم قدما خمرو تيجون فشفشين ونزوينين اخليوهم انا سنضير جوجة على شكل شميشة بهالطريقة هذي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والنجيمة اللي بغيتو ومن بعد هذين ندهنوهم بالصفر ديال البيض ونستكافي بشي أعطوهم لنضع الحمورة واللمعان لتحميرهم جيدا نجدهم يخمروا إلى أقصى حد قدمة خمرات يجوا مفشفشين و مقطنين مفشفشين قد ضحكني أنها تسميت الكلمة مفشفشين وهذه هي الكلمة المناسبة لنضع حجمهم و ندخلهم بالفرق و بعد أن يطابوا يجيوا مفشفشين و مقطنين مفشفشين و غير محمرين مزيان أتمنى تعجبكم هذه الوصفة و تجربوها و نتلقوا في الفيديو القادم مع بلارة وصفة جديدة إن شاء الله تعالى و أستودعكم الله الذي لا تضعوا و دائعوا والسلام عليكم اشتركوا في القناة